محبة التي لا تعطي ليست محبة يقول الكتاب المقدس عن الله في رسالة يعقوب أصحح واحد وعدة خمسة وإنما إن كان أحدكم تأوزوا حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير أنا عايزة أفق قدام الآية دي فسيُعطى له أنا عايزة أفق قدامها أشوف فيها ثلاث لؤات مهمين أنه يعطي بسخاء فهذه المحبة تعطي وتجود لكل الناس على اختلاف الألوان وعلى اختلاف طبيعة الناس فهو يعطي الجميع الأمر الثاني إنها لا تعير لا تعير بمعنى إنها لا تحاسب الإنسان على العطاية السابقة سيبقى يعطي مش حيحاسب أقول لك ما أنت طلبت الطلب وعطيتك في الماضي خلص مش ضروري لا الله يعطي ويعطي ويعطي الأمر الثالث إنها سخية في العطاء ما يعطيش على حسب الاحتياج فقط على قد الاحتياج لكنها سخية في العطاء الله سخي في العطاء عنده كتير وبنلاقي ناس كتير عندها كتير بس ما يعطيش بخيل جدا الله كريم جدا فلما بيعطي بيعطي بحسب كرم خليني أرجع مرة تاني لإنجيلو أصح 15 هذا الإبن الذي ترك البيت لعندما أعطاه الآب في الأول أعطاه كل شيء فأخذ كل حاجة عند الآب ومشى وذهب وبضرها وبعدين لما رجع مرة تاني الآب أعطاه مرة أخرى واخد بالك ما سألهوش عن العطاية الأولانية ما قالوش عملت إيه بالأولاني وديته فين أو وبخه لكنه يعطي ويعطي ويعطي عشان كده فيه هنا في نقطة مهمة إذا كنت أنا بيجي أمام الله وبعترف بخطية والله بيخفرها لي وأرجع مرة تاني أعملها عايز أقول للمشاهد ما تخافش ترجع مرة تاني إلى الله في محبته يقبلك مرة تاني وفي محبته يعطي مرة تاني غفران بسخاء وبنعمة غنية وبرحمة غنية تعالى مرة تاني هو يعرف ضعفك وعنده استعداد أنه يغير حالك زي ما غير حال الابن الضال خلاص الابن الضال ده بعد ما رجع لأبوه لن يعود مرة أخرى للقورة البعيدة لأنه خلاص فهم معنى العز في بيت أبوه وأبوه غير حياته من الداخل ملأوا وأشبعوا نفسيا وجسديا وروحيا وهذا يفعل الله مع كل إنسان يأتي أمامه بخطيئته